في اجتماع محافظة المحرق الأسبوعي ناقش سعادة المحافظة سلمان عيسى بن هندي ظاهرة الكبائن العشوائية بحضور عدد من أهالي المحرق المحتجين على هذه الكبائن كاميرا مركز الأخبار خرجت في جولة مع عدد من أهالي المحرق إلى أحد السواحل التي تجتاحها الكبائن وأعدى الزميل بسام لبدوي التقدير التالي إن كنت بالفعل صيادا قل لي إذن لما تستغل كبينتك غير المرخصة كل هذه المساحة في ساحل عام تظن أنك قد ملكت ولما المكيفات وصحن الاستغبال هذا فلست صيادا إنما مستول على حرية الآخرين ظاهرة أخذت حيزا من اجتماع محافظة المحرق الأسبوعي حضره أهالي المحرق وقدموا شكواهم وحتجوا أمام المحافظة على هذه الكبائن العشوائية المسيئة وغير الحضارية حسب وصفهم كل العشيش ذي لحوالي 400 وزيادة محتلة سواحلنا ذول لا بصيادين ولا يعرفون الصيد إطلاقا فيهم شمن واحد ذول أهلنا وربعنا وجماعتنا ولهم المكانة القيادة تقدرهم وإحنا نقدرهم وإحنا اللي بنشيلهم بنقليهم في مكان اللي نعتز به ثلة من الأهالي توجهوا بعد الاجتماع إلى أحد السواحل التي تشويه هذه الكبائن واستحبونا معهم وعبروا عن رأيهم بالقضية وكانوا غير راضين اليوم أضعنا في المكان اللي فيه قلعة بماهر اللي هي خفر السواحل حاليا نجد مثل هذه الكبائن ومثل هذه وانتم كرامة الزبال نسميه لأن سواحل مثل هذه لا يليقب أهالي المحرق ولا يليقب محافظه المحرق وضعية السواحل الآن في المحرق وفي منطقة حالة بماهر بالذات وضعية لا ترضي أحد يعني حتى أخواننا أصحاب الكبائن هذه ما أعتقد ما يرضيهم أن يكون الواضح يعني بهذه الشكل الغير حضاري الغير منظم الغير صحي الغير يعني لا تتوفر فيه حتى شروط والسلامة مثل هذه المكان ومثل هذه العشيش للأسف تعكس لا حضارة لهذه المنطقة منطقة المحرق العريقة المشهورة بالتراث التي تدفن بالرمل وننشأ فيها إنشاءات تراثية قديمة ومزارات للناس تستفيد منها نفايات ومخلفات رصدتها كاميرا مركز الأخبار بعد أن اقتربت من المشهد أكثر ولا أمن ولا سلامة بين الكبائن ما يعني أن لا معنى لوجودها ولا حاجة لها في ساحل عام سوى لأصحابها الذين صدقوا أهواءهم واتبعوها كبائن عشوائية أجمعت عليها الجهات الرسمية وغير الرسمية على إزالتها ورفضها شكلا ومضمنا كونها تشوه المنظر الحضاري وتحرم الناس حق الاستمتاع بالسواحل بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرية